قبل أن نبدأ بالمقطع يا حبايب عندي طلب بسيط من عدكم أن تفجرون هذا المقطع بالتعليقات فكل واحد بكم يكتب لثلاث تعاليق يترحم بها على شهداء العراق لأن برحة يا حبايب كانت أول مرور سنة على الثورة العراقية فيلا نكمل المقطع الخبر الأول اللي عادنا عن أنس الشايب وبيسان اسماعيل فهو أخيرا أنس الشايب قرر أنه يعترف بحب البيسان أو على العكس تماما فقرر أنه يخون بيسان طبعا ما يعرف شنو اللي صاير فأنس الشايب نزل على حسابه بالتكتوك هذا المقطع واللي كان كاتب به هذه الكلمة حبايب يسؤال للجميع من سنجل ومن تكن أنا تكن وانتوا جاوبوني طبعا بالنسبة لأشخاص المفتيح وما هو شنو يقصد أنس فهو يقصد منه أعزب ومنه مرتبط وهو جاوب أنه هو مرتبط فيا ترى هل هو مرتبط ببيسان اسماعيل أم كان يقصد بنت أخرى فاكتبونا بالكومنتات شنو تتوقعون هل هو يقصد بيسان أم يقصد بنت ثانية الخبر الثاني اللي عادنا عن أحمد حسن وزينب فأحمد حسن نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه جميع المقاطع المضحكة لحصير تنزل على تطبيق اسمه موجز وطبعا نزلت الإعلان على هذا التطبيق وراح حطكم حاليا الإعلان جدا خراري أنا أي مصيب لك البيت الإيد دي مش فادية والإيد دي مش فادية خلص وفده وبعث لك السور يا كابتن عميل عاش عينب أهو عاش موضع عينب بالنسبة لأشخاص المتحمسين اللي يشوفون هذه المقاطع على تطبيق موجز ستكون موجودة كل يوم جمعة لحينزل المقطع الساعة بالثنتين الخبر الثالث اللي عادنا عن بيسان اسماعيل وعن المفاجأ اللي نزلتها بحسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كان فيه شخص جالس يمنتج أغنية بيسانة جديدة وكانت كاتبة استنوا كل شي جديد نار طبعا بالنسبة لأياني أعلنت عن أغنية بيسانة من حوالي أسبوع أنه هي راح تنزل قريبا فإن شاء الله تكون للمفاجأة خرافية الخبر الرابع اللي عادنا عن لوئي الساهي وللأسف تهكير قناته ومسح جميع المقاطع والقناة تقريبا اللي ما يعرف من هو لوئي الساهي فهو يوتيوبر عراقي قدم محتوى جدا خرافي وفعلا ما تعب عليه ولكن للأسف الهكارية قدروا أن ينالون من عنده طبعا لوئي طلع بحسابها بالإنستجرام ونزل هذا الستوري كان فيه رسالة لليوتيوب خلنا قراركم إياها قبل كم يوم تهكير حسابي على اليوتيوب ونمسحت كل فيديوهاتي وكنت واثقة أنه راح تنحل بس بديت أشك أنه جوجل مهتمين للموضوع حابة طلب مساعدكم بنشر هذه الرسالة مع منشين لليوتيوب والتأمل لجهة عائلة منكم بيكون أقوى من جهدي بوحدي وشكرا لكم فيا حبايب الرجائن كل اللي يقدر يساعد لأي وينشر هذه الرسالة بكل مكان يقدر ينشرها طبعا لأي أساسا نطلع ببث مباشر وبحجة أنه شون نحث القناة وكل شي فراح تكون رابط هذا البيث بقناتي تاني راح وشوفوا الحاب وبس والله لنها وصلنا هذه المقطعات من المقطع اجابكم من السحوات طول اشتركوا بالقناة كانوا يقوم فيهد زيما قناة مملكة للخصص ومع السلامة